هلو اهلا بكم طلاب العزائي في حلقة جديدة من حلقات الماته ان شاء الله النهاردة هناخد لسون جديدة بنكمل يونيت باعت الرشيو هناخد رشيو امانج سري نامبرز في الحلقات اللي فاتت احنا خدنا رشيو بتوين تو نامبرز اوكي نهاردة ان شاء الله هناخد رشيو امانج سري نامبرز يعني يكون عندنا سري نامبرز وعاوزين نعمل لهم رشيو تمام بس عشان الليسون ده كبير شوية فهناخده على كذا حلقة اوكي يلا بينا إذا رشيو among the prices of the three electric sets TV, oven and refrigerator is four to five to eight and if the price of TV is one thousand two hundred pound يكالكوريات the price of each of the oven and refrigerator اوكي هنا بكل بساطة هو بيديني رشيو الريشيو دي between three electric sets ياما هكتب first second and third ده اللي رايحني او هكتب TV ووفن اقوي اللي انت عاوزه عاوز تكتب first and second and third ما فيك مشاكل عاوز تكتب النامز اللي هو كتبها لك دي وده الافضل ان تكتب اللي هو الحاجة اللي كتبها لك طالما كتب لي three electric sets ايه همه اكتبه معصر اوكي فانا هكتب TV oven and refrigerator وبعدين هكتب four to five to eight تمام بنفس الorder بنفس الترتيب اللي هو كتبولي يعني كتب لي TV كتبت TV first وبعدين oven second وبعدين refrigerator is third عشان هكتب الريشيو four to five to eight and if the price of TV يبقى ده price بتاعت مين TV يبقى one thousand two hundred down TV اوكي طيب يبقى فوضل لي مين oven فوضل لي مين refrigerator يبقى انا put x in oven and put y in refrigerator طبعا انا عاكستوه مفيش مشكلة حاوز تخط الليترز تانية مفيش مشاكل واتفاقنا اللي ممكن لو انت عاوز تخط the creature mark اللي انت عاوزه اوكي طيب طيب to find Y يبقى عشان اجيب الY لازم اعمل cover لي refrigerator للx للcolumn بتاعت ال x اهو عمالنا cover وبعدين نعمل cross multiplication يبقى five times one thousand يبقى y equal 5 times 1200 over 4 يبقى الرزل تتعطي بالكالكليتور يبقى 1500 وما نساشة اكتبه ديونة باوند طيب نغي احنا كده جبنا الوفن عاوز كمان نرفريجيتو يبقى نعمل كافر المين very good للوفن وبردك هعمل cross multiplication يبقى 8 pi 1200 over 4 يبقى x equal 8 pi 1200 over 4 يبقى equals 240 pounds طيب احنا ما فهمناش قوي تعال نشوف اكزامبل تاني نشوف اكزامبل تاني بل if the ratio between the measure of angles of triangle is 5 to 6 and 7 and the measure of the first angle is 50 degree find the measure of each of the other two angles هنا انا عارف ان التريانجل has 3 sides and 3 angles اوكي يبقى هكتب first to second to third وبعدين هكتب ratio 5 to 6 to 7 اوكي وبعدين الففت دي بتاعت الفرست angle يبقى down الفرست angle هكتب ايه 50 طيب السكن والثيرد فيه measure اليوم لا يبقى احط x و احط y طيب اوكي طيب لغاية دلوقتي الموضوع احنا ما عملناش حاج جيدة يعني هو بس اللي زودناه ان احنا عملنا third column بس مش اكتر من كده و كنا اخدناه قبل كده في الحلق اللي فاتت تمام طيب لو احنا احنا اجينا هنا بيقولي ذا ratio between the length of sides of triangle is 2 to 3 to 4 calculate the length of the each side given that its parameter equals 54 اوه نكيز با معايا كده احنا نبقى له هنا ذا ratio between the length of sides of triangles is 2 to 3 to 4 هنا اتفاقنا اقولنا triangle has 3 sides يبقى برده هنكتب first to second to third طيب مديني بقى المرة دي ايه البرامتر يبقى 54 دي بتاعت مين البرامتر عشان كده هنعمل حاجة هنا باسمها البرامتر يبقى انا هعمل كله من زيادة اوكي طيب وبعد هنا هنكتب two to three to five two four طيب البرامتر بتاعت التريانجل ايه اه ايقوال السم بتاعت صح يبقى انا هنا هكتب two to three to four واعمل لهم بلاس واعمل لهم ايه بلاس يبقى ايقوالس ناين اوكي طيب هو موجود لأ يبقى هحطه اكس طيب والسكند بردك هحطه واي طيب والثيرد هحطه زد انا بقى عندي بقى عندي كم حاجة مش موجودة بقى عندي اللي هو الاكس والواي والزد دول مطلوب مين ان انا اجيبهم صحي كده تمام طيب هو البرامتر كان بكام بففتي فور يبقى داول الناين هنكتب ايه ففتي فور اوكي طيب هنعمل كفر بقى للسكند وكفر اليمين للثيرد وبعدين نعمل ملتبليكيشن يبقى انا هخلى الفيرس بس وهجيب واعمل كفر للسكند والثيرد يبقى هاتو تايمز ففتي فور اوور الناين يبقى ال اكس ايقوال تو تايمز الففتي فور اوور الناين تبقى ايقوالز تولف وقت بالسنتيمتر اللي هي اليونت بتاعتي اوكي تمام طيب نيجيب على كده عاوزين نيجيب السكند شفت انا عملت ايه خليت بيبقى لعملت رو كفر للول فيرس يبقى انا هعمل سري باي ففتي فور اوور الناين يبقى ال واي ايقوال سري تايمز الففتي فور اوور الناين يبقى ايقوالز ايتين سنتيمتر اوكي طيب عاوز اكيب بقى زد هنعمل كفر لمن السكند والثيرد اوكي يبقى او فور تايمز الففتي فور اوور الناين يبقى ايقوالز 24 سنتيمتر اوكي طيب ملسه مفهمتش اوي تعالا نشوف الاكزامبل ده if the ratio between the ages of basma and hana and shereen is two to three to five and the difference between the ages of hana and shereen is four years find the ages of each of them بالراحة كده واحدة واحدة احنا عندنا مين عندنا بسمة وعندنا هناء وعندنا شرين اوكي يبقى هنعمل write basma to hana to shereen وبعدين هنكتب two to three to five في مشكلة ما فيش اي مشاكل طيب الفور دي بقى اه هتقول لي تعالت شرين هقولك wrong ليه عشان انت استعجل تعال كده نعمل reading بالراحة نقرى كويس and the difference اها يبقى نعمل difference حلو جميل يا ترى بقى difference ده هنعمل minus مين مع مين نعمل كله لأ طبعا مش نعمل كله ما هنعمل ايه شرين يبقى انت هتعمل جديدة اسمها difference between هناء وشرين بس يبقى كأن بسمة دي تمام يعني شيل بسمة دي يا مستر لأ مش هنشيلها احنا لما نيجي نعمل المينس هنعمل بتوين شرين وهناء بس اي انا هعمل مش هتنفع مستر كانت بيه لأ مش شرط نعمل هعمل greatest minus the smallest يعني اعمل تاني بقى بروح لحتة دي هو هنا عاوزه difference يبقى انا هعمل له difference بس مش هعمل difference وخلاص وما لا هعمل ايه هعمل difference واشوف هو كاتب مين مع مين هناء وشرين يبقى انا هعمل difference between هناء وشرين يبقى انا هجعم between هناء وشرين بس ما ليش دعوة بسمة كأن بسمة مش موجودة اوكي طيب كأنها مش موجودة انا ملاغتهاش تفعنا في الحتة دي طيب هنعمل تاني هنعمل بقى مينس سري مينس الفايف كانت بيا مستر قولك لأ نقول تاني مش لازم اعمل ده مينس ده ممكن نعمل الفايف هي لبقى مينس سري يبقى ايكوالز كام تو وداون تو نكتب الفور بقى هذين نخط اكس واي وزد طيب تو فايند اكس يبقى نعمل كافر للواي وكافر للزد تمام يبقى عمل كافر للواي وكافر لمين للزد يبقى ال اكس ايكوال هنعمل تو باي فور اوفر تو تو باي فور اوفر تو يبقى ايكوالز تو فور فور ايبقى فور ييرز تمام طب انت بتعرف مين يا مستر يونت من جب النبرا فور ييرز هنكتب ييرز طيب هنا عاوزين بقى فايند واي عملنا كافر المين ال اكس يبقى سري باي فور اوفر تو يبقى الواي ايكوال سري تايمز الفور اوفر تو تبقى ايكوالز هاتيبقى سيكس ييرز تمام طبعا الفراكشن ده بنعمله بايه بالكالكليتور او باي يور ماين يعني ما بيش مستهلة يعني سري باي فور تولف تولف دفايد تو يبقى ايكوال سيكس طيب تو فايند زد هنعمل كافر لهنا اللي هي الايكوالي يبقى عملت كافر لل اكس والواي ميثبت الاكس وعملت كافر لمين للواي تمام يبقى زد ايقوال فايف تايمز الفور اوفر تو تبقى ايكوالز تن ييرز اوكي طب انت بقى او ستام ميك شور تتأكد كده مستر تعمل ايه قال لي تعالى نسأل نفسنا هو قال لك الديفرنس بتوين مين ومين هناء وشرين فين هناء اللي هي الواي وشرين اللي هي الزد يعني نعمل تن مينس سيكس تبقى ايكوالز كام فور اه صح تمام ماشي نشوف انازر اكزامبل بيقول لي افزر ريشو امانجزة طب ما احنا خدناها مستر طب ما اكمل بس انت مستعجل ليه هو قال لك ايه يبقى نكتب فرز و ساكند و سير يبقى هنكتب حلوة ايه فين بقيت الانجلز مفيش ولا انجل يا مستر مداني طب انا هحل ازاي اه انا خدت حاجة في برايماري فور بتقول لي ايه بتقول لي ايه بتقول لي the sum of the measure of angles of triangle equals 180 يبقى انا دي المفروض ابقى احافظها ان دي بتاعت الصم بتاعت الانجلز يبقى انا هعمل the sum هعمل ايه the sum يبقى هنكتب three to five to seven وعمل لهم بلاس يبقى ففتين يبقى داهم ففتين هكتب ايه ال 180 وبعد هنا هحط اكس و y و z يبقى انت جبت من ال 180 دي مش مكتوبة بس انا ايه كيف خفزها تمام اوكي طيب to find x نعمل cover the y and cover the z وبعدين نعمل cross multiplication يبقى 3 by 180 over 15 تبقى equals 36 degree تمام to find y نعمل cover the x وال z يبقى 5 times 180 over 15 تبقى equals 60 degree to find z نعمل cover the x وال y يبقى equals 7 times 180 over 15 تبقى equals 84 four. يبقى نخلي بالنا من التريانجل دي مهم مهمة جدا 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 جدا. ده مهم جدا خلاص لاني ساعة كتيرة بيجيلي في ايه 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 لاني هو بيعتمد على اهه انفورميشن انت اواخدها في ايه وان هون 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 تيدي اوكي. نشوف ايه 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 اكسامل خلي بالك كل دي احنا خدنا جزء بس بارت واحد بس في رايشو among the three numbers. لسا ده دسم شوية ومليان. عشان كده لم قسموا على حلقات. اوكي? طيب. if the ratio between the ages of هودا and mona and all two to four to five. and the difference between the ages of هودا and mona is and هودا and mona is eight years. calculate the age of هودا and mona and all. بردك احنا عندنا هودا ومونة وعولة. يبقى هنكتب كده هودا تو مونة تو عولة. طيب بعد هنكتب two to four to five. بعد كده هنعمل ايه بقى? قال لك difference. نعمل minus. minus مين? كله. لا ما احنا اتفقنا. المينس هنا مين مع مين? اللي نقرأ هودا and mona. يبقى هنكتب كده difference between هودا و mona. وبعدين نكتب two to four to five. ادي هودا هي ودي مونة هي. كأنه عولة مش موجودة. اتفقنا? يبقى هنعمل minus two minus four can't be. لا. مش لازم اعمل four هي الا minus two. يبقى equals two. اوكي? وداون تو نكتب ال eight. وبعدين نحط اكس y وز. وبعدين نعمل تفاين اكس نعمل كافر لل y وز. يبقى اكس 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 اكوال two by two two by eight over two. two times the eight over two. يبقى اكوال eight years. تمام؟ نشوف اكزا اعوزين y. نعمل كافر لل اكس. يبقى four by eight over two. يبقى اكوال هتبقى 16 years. اوكي? طيب. to find z. يبقى هنعمل كافر لل اكس وال واي. تمام؟ يبقى اكوال. z equal five times the eight over two. يبقى اكوال 20 years. تمام؟ وبكده يكون خلصت حلقاتنا النهاردة اشوفكم في حلقة جديدة good bye and good luck.